السئناف الرحلات الجوية في مطار الريان حدث لطالما انتظره المواطنون في مدينة المكلة بمحافظة حضر موت والمحافظات المجاورة الذين يتجرعون مرارة العناء في سفرهم إلى المدن والمحافظات الأخرى أو إلى دول خارجية كمصر وغيرها بهدف العلاج لكن السئنافا كهذا ليس بالضبط ما كانوا ينتظرونه السئناف يأتي بعد وقفات احتجاجية عديدة نفذها المواطنون في المكلة للتنديد بإغلاق القوات الإماراتية لمطار الريان وتحويله إلى مقر للسجون السرية وطالبوا بفتحه أمام المسافرين لكن الرحلات التي تم تدشينها اليوم ستقتصر على عدن وسقطر فقط حسب إعلان الخطوط الجوية اليمنية فبعد خمس سنوات من إغلاقه أمام المسافرين وتحويله إلى قاعدة عسكرية إماراتية ها هو المطار يستأنف رحلاته لكنها لن تتعدى نطاق سيطرة ميليشيات الانتقالي وهو ما يكشف عن نوايا الإمارات التي ترغب في جعل المطار نقطة تواصل لصالحها وتحت إدارتها لا لصالح اليمنيين الذين يبحثون عن منفذ يسهل عليهم العبور إلى خارج البلاد وكافة المحافظات اليمنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر